يعني من جهة يعتبر من الناحية القانونية تنازل ولكن على الصعيد العملي إيران استطاعت أن تخصب اليورانيوم بنسبة 60% وإسرائيل تقول بأنها قد وصلت ربما إلى 90% فإذن يعني أن تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات على الشركات التي تساهم في تخصيب اليورانيوم إلى 3.6 أو 5% أمر مضحك يعني إيران وصلت إلى هذا التخصيب بالرغم من الضغوطات الأمريكية وبالرغم من العقوبات التي فرضت على الشركات أعتقد بأن ما حصل يوم الجمعة الماضي من رفع العقوبات هي مسألة رمزية أكثر من أي شيء آخر لن يغير في الوضع الحالي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في إيران